من جديد مشاهدين الكرام نرحب بكم الشقة الثانية من نقاشنا كما ذكرنا سيتمحور حول قرار الحكومة البريطانية حضر حركة حماس حماس اليوم تدين قرار بريطانيا بتصنيف الحركة بالإرهابية كما ذكرت بريطانيا وتعتبره كذلك انحيازا للكيان الصهيوني مغنى مباشرة الأستاذ الدكتور محمد أغتمان أبو البراء ممثل حركة حماس بالجزائر أهلا بكم يا مرحبة حياكم الله تحية لقناة الشروخ ولمتابعيها الكرام يا أهلا دكتور اليوم لو نقيد أو نقود بالزمن إلى 1917 في الثاني من نوفمبر هكذا لم تخلني الذاكرة بريطانيا تمنح وعد بيلفور واليوم العشرين من نوفمبر 2021 تدين أو يعني تمنح هذه التسمية على حركة حماس وتصنفها كأنها إرهابية اليوم الشدة أحد هذا صح القول بسم الله الرحمن الرحيم إن كان من دلالة لهذا الأمر فهي دلالة على أن بريطانيا لم تتخلى عن إرثها الاستعماري ولم تتخلى عن ابتزازها السياسي تماما كما لم تتخلى فرنسا عن إرثها وابتزازها السياسي لدول التي احتلتها اليوم تثبت بريطانيا أنها تقف إلى جانب هذا الجلاد وهذا القاتل الإسرائيلي هذا المتمرد على قرارات الأمم المتحدة وعلى قرارات الشرعية الدولية وتواجه حركة مقاومة تمارس عملا مشروعا قرته كل الشرائع والقوانين الدولية في مواجهة احتلال لأرضها وانتهاكات لحرومات أبناء شعبها ولمقدساتنا حقيقة كان حريب من يتشدق بحقوق الإنسان أن يطالب هذا الكيان الإسرائيلي الغاصب بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية لا أن يعطي الغطاء له لممارسة مزيد من الضغوط هذا القرار حقيق قرار مجحف قرار جائر قرار منحاز وقرار عنصري سيكون بلا شك له تدعيات ربما سياسية تربك عمل المقاومة وقد يكون له أيضا تدعيات نتحدث عنها على الشعب الفلسطيني وعلى داعمي القضية الفلسطينية عموما من دول ومن كيانات ولكن بكل تأكيد لن يكون له أي أثر على سلوك المقاومة على إرادتها وعلى نيتها وعلى تراكم قوتها المقاومة ستبقى حركة تحرر وطني وحركة مقاومة للاحتلال على الأرض اليوم نتحدث كذلك عن الأمم المتحدة التي هي الأخرى ستستمر في التعامل مع حركة حماس على أنها حركة ذات نواحي شريفة وكذلك بعيدة كل بعد عن تنظيمات الإرهابية انظروا إختي نحن نعاني حقيقة كشعب فلسطيني من سياسة الكيلبي مكيالين وسياسة المعايير المزدوجة من ناحية يعني يقر جميع العالم بأن هناك أراضي فلسطينية محتلة وأن هناك شعب فلسطيني له الحق في تقرير مصيره وقد رأينا منذ أيام بسيطة فقط كيف صوتت الجمعية العمومية على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته وعلى حقه في مقدساته ومع ذلك نرى انحيازا للطرف الإسرائيلي تقر جميع الدول بمسؤولية الكيان الصهيوني الحفاظ على أرواح من يحتلهم وعلى سلامة ممتلكاتهم وفي نفس الوقت تتعامى عن السلوك الإسرائيلي المجرم وتقف إلى جواره في مثل هذه القوانين ومثل هذه القرارات هذا حقيقة الانحياز يعني آن الأوان أن يقف وآن الأوان أن تقف الدول العربية والإسلامية صفا واحدا أمام هذا الخطاب المزدوج وهذا السلوك المزدوج نحن نملك أعدى القضية والحق فيها حق الظاهر لا مريت فيه نحن حقيقة نطالب بمواقف شجاعة يعني تتبناها دول وازنة مثل الجزائر في الوطن العربي والإسلامي وكذلك دول على الصعيد الإقليمي كالصين وكروسيا وكجنوب أفريقيا لكي تقول آن الأوان لوضع حد مثل هذه المعايير المزدوجة وهذا النفاق الدولي الكيان الإسرائيلي قد أسيئ وجهه كثيرا في الفترة الأخيرة وخاصة في جولة سيف القدس وربحنا معركة ميدانية مشرفة على الأرض ومعركة شعبية التحم فيها شعبنا في كل أراضي فلسطين أمام في وجه هذا المحتل وأيضا كسبنا معركة قانونية كان الأجدر حقيقة بأدو العربية ونتحدث بكل وضوحة وصراحة أن كان أجدر بالسلطة الفلسطينية أن تستغل هذا الانتصار وأن تقوم هي بدور الهجوم على الكيان الصيوني وترفع على عديد من القضايا التي تدينه في حروبها التي يشنها على قطاع غزة والتي يحاصر فيها أكثر من 2 مليون إنسان بغير وجه حق الأول التدعيات هذه التدعيات السياسية ستكون لها كذلك تدعيات أخرى على الشعب الفلسطيني وعلى باقي الخركات في فلسطين طيب ما هي التدعيات السياسية أستاذ أبو البراء بداية دعيني أؤكد أن التدعيات على صعيد المقاومة وإمكانياتها وقدراتها لن تقدم ولن تؤخر مثل هذه القرارات التي لا تساوي الحبر الذي كتبت به ولكن نعم هناك تدعيات على صعيد الشعب الفلسطيني الذي يتم تحريض الآن العالم عليه لخياراته نحن نعلم أن حركة حماس فازت بأكثر من ثلثين مقاعد المجلس التشريعي في آخر انتخابات أجريت إلى يومنا هذا وقام الشعب الفلسطيني بالتصويت على خيار المقاومة على برنامج المقاومة باختياره لنوابه في المجلس التشريعي من حركة حماس قد يكون كذلك سببا من أسباب هذا القرار بلا شك هو يريد أن رقم واحد يريد أن يحرض على الشعب الفلسطيني يريد أن يكي وعيه حتى لا يتم انتخاب ممثلين أو نوابا يحملون فكر المقاومة ثانيا هناك أيضا استهداف للحراك السياسي الذي تقوم به حركة واسعة وممتدة مثل حركة حماس في الوطن العربي والإسلامي وحتى في الإقليم وفي العالم نحن لدينا علاقات ولقاءات حتى مسؤولين غربيين وبالمناسبة كلهم يجمعون في لقاءاتنا الأخيرة معهم أن لا أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية وحتى حل الدولتين الذي تبنته كثير من الدول وانساقت خلفه السلطة الفلسطينية طيلة ما يزيد عن ثلاثين عام هم يقولون أن لا فرصة لتحقيقها على أمر الواقع بمعنى آخرهم يقولون أن لم يعود للشعب الفلسطيني من حل إلا ممارسة دور المقاومة حقه المشروع على أرض فلسطيني طبعا لا يقولون هذا صراحة ولكن هذا لسان حالهم فكيف الآن يراد أن تكبل يد الفلسطيني لا يمارس حق المقاومة ولا يمارس حقه حتى السياسي ولا الإعلامي ويراد أن يعني يحرم الشعب الفلسطيني من اختيار حتى ممثليه أو من يعبر عن قناعاته في موضوع مواجهة الكيان والاحتلال الإسرائيلي هو كذلك نوع من الضعف والخوف كذلك الذي يعتر الكيان السهيوني من هذه المقاومة ولأن الشعب كذلك اختار المقاومة لن يختار طريقا أخر نحن رأينا في جولة سيف القدس كيف كانت هناك حقيقة موجة عالية من الدعم الشعبي للنضال الفلسطيني بكل أشكالي سواء كان النضال المسلح أو كان النضال الشعبي شهدنا المسيرات كيف كانت تجوب أوروبا وتجوب حتى أمريكا وكانت حقيقة بريطانيا ساحة من ساحات الأوضح في الوقوف إلى جانب الحقوق الفلسطينية ورأينا هذا كثيرا في العواصم العربية والإسلامية بلا شك أحد المستهدفين من هذا القرار هم هؤلاء المد الشعبي المؤيد والمساند للحقوق الفلسطينية هذا القرار إن تم وإن أقر فبلا شك أنه يضع قيود ويضع عقوبات على كل من يعلن دعمه وإسناده للمقاومة الفلسطينية إذن هذا أيضا من التدعيات الممكن على لا ننسى أيضا أن هناك التدعيات ربما تكون على الهيئات وعلى الأحزاب وعلى الجمعيات التي تدعم القضية الفلسطينية والنضال الفلسطيني وهناك ربما يكون أيضا ضغوط لا أقول عقوبات لكن ضغوط تواجهها بعض الدول التي تقف إلى حق الفلسطيني إذن اليوم المعركة هي معركة سياسية حقيقة بامتياز لا يبدو من مواجهتها أيضا بأدوات سياسية ودبلوماسية لا يجب السكوت أمام هذا القرار رغم أنا أقول كممثل للمقاومة انعكاساته على المقاومة كحركة وكعاداء على أرض الواقع لن يكون انعكاسا كبيرا ولكن نحن ننظر إلى الصورة الأوسع والصورة الأكبر بأن المقاومة تحتاج حقيقة إلى سند إعلامي وسند قانوني وسند سياسي ودبلوماسي حتى تواصل مسيرة الكفاح نعم تحدثنا الآن عن الإنعكاسات السياسية سواء على المقاومة سواء على الشعب الفلسطيني سواء على الدول التي تقف إلى جانب المقاومة وكذلك الدول التي تناور ما بين المقاومة وكذلك دول أخرى اليوم ما هي التبعات القانونية الممخضة عن هذا القرار نحن نعلم أن إقرار دولا ما لقرار عقوبات أو وضع على قوائم معينة لا يلزم باقي الدول بالرضوخ لهذه القرارات هناك سيادة دولية يجب أن تحترم كما أنه نحن نتحدث بتجرد يعني كما أن الدول تتفهم الاعتبارات التي تبني الدول قراراتها على أساسها ولكن هناك أيضا يعني عرف دبلوماسي بأن هذه القرارات لا تلزم الدول الأخرى مدامت أنها صادرة عن كيانات سياسية أحادية بكل تأكيد أعلنت كثير من المنظمات الدولية أنها ستستمر في التواصل مع قيادة حركة حماس باعتبارها أنها هي القيادة الحاكمة في قطاع غزة وأنها ستواصل تعاملها الإنساني مع قطاع غزة إذن لا نريد أن نضخم كثيرا في هذا الجانب كما قلت ربما يكون هناك تبعات قانونية وسياسية واضحة أكثر على الجالية الفلسطينية داخل بريطانيا وأيضا على الشعب البريطاني الذي يظهر هناك تنامي في التعاطف مع القضية الفلسطينية وبعدا أكثر عن الرواية أو السردية الإسرائيلية التي يحاول خلال مسيرة ممتدة من مئة عام إقناع الرأي العام العالمي بأن هناك حق لليهود في أرض فلسطين هذا هو التحدي الحقيقي هذا قد ينسحب أيضا على ربما على كينات أوروبية أخرى رغم أن هناك انفصال الآن بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي وهناك نوع من القطيعة إنجاز التعبير السياسية في فرض مثل هذه القرارات التي تتبنىها مظلة واحدة ولكن بلا شك أن هذه المساعدة ستستمر لذلك يجب أن يكون هناك تحرك؟ نعم يجب أن يكون هناك تحرك بهدف ماذا؟ بهدف ألا نعطي الذريع والمبرر لدول أخرى أو كينات أخرى أن تنهج نفس النهج وألا نعطي أيضا الحكومة البريطانية الذريع والمبرر أن تتوسع في مثل هذه القرارات وتفرض مثل هذه القيود بفعل هذا التحرك أستاذ أبو البراء هل يمكن أن تتراجع بريطانيا على هذا القرار برأيكم؟ يعني كما فهمنا أن القرار لم يصدر بصورته النهائية هناك مشروع قرار تقدمت بوزيرة الداخلية البريطانية لمجلس العموم البريطاني وهناك حالة من النقاش بلا شك ويعني استمعنا لعدد من النواب الذين رفضوا يعني فكرة مثل هذا المشروع وقالوا أن هذا المشروع قد يؤجج الصراع في الشرق الأوسط أكثر مما هو عليه حاليا لذلك نعم هناك فرصة كبيرة لإفشال وإحباط مثل هذه القوانين والقرارات خاصة كما ذكرنا أنها لا تعبر عن وحدة قرار داخل أيضا المنظومة السياسية البريطانية نهيك على أن هذا القرار سيعيش حالة انفصام عن الرأي العام في الشارع البريطاني طيب أستاذ أبو البراء حتى نختم معكم أنتم كممثلين لحركة المقاومة الفلسطينية حماس تدينون هذا القرار وماذا يمكنكم أن تقولون؟ نعم نحن نقول حقيقة لكل من يساند كفاحنا ونضالنا ويدعم قضيتنا ويدعم ثوابت شعبنا أنه لا ينبغي السكوت حقيقة أمام هذا الاعتداء الصارخ والفاضح على الحقوق والثوابت الفلسطينية وانتهاك حقنا حتى في مقاومة ومقارعة هذا المحتل هذا القرار حقيقة ربما كما ذكرت يكون له تداعيات في تقييد يعني داعمين ومساندين لذلك الحل الوحيد هو في مواجهة هذا القرار في تحديه أيضا سيما كما ذكرنا أنه لا يلزم أطراف أخرى ولا يلزم دولا أخرى لم يتم التشاور معها أو التوافق معها مثل هذه القرارات ناهيك على أنه يصطدم مع عقيدتها في دعم الاستقلال ودعم الحرية وهنا نشيد حقيقة بالدور الجزائري وبالهيئات التي عبرت عن رفضها لهذا القرار حتى الآن وحقيقة ننتظر مزيد من المواقف الرسمية التي تذهب في هذا الاتجاه إن شاء الله فقط نقطة أخيرة للختام أستاذ أبو البراء وجب التذكير فيها بتل قالت من الصواب تحديث تلك القائمة لتعكس هذا التعديل إنها لخطوة مهمة خصوصا بالنسبة للجالية اليهودية هل تعتقدون أن هذا القرار فيه نوع من التلاعب من أجل الجالية اليهودية؟ وأنا أشكرك على هذه فعلا الإشارة انظري هذا القرار صدر عن وزارة الداخلية أو مشروع القرار وهو أمر تريد أن توحي هذه الوزيرة التي هي من أصول هندية بالمناسبة وكثيرا ما يتملق هؤلاء اللوبيات الصهيونية والكيان الصهيوني لتعزيز مكانتهم السياسية الغير راسخة في داخل مجتمعاتهم تريد أن توحي بأن هذا القرار سأحمي فيه مجتمعي الداخلي وكأنها تريد أن تقول أن حركة حماس تقوم بعمليات داخل بريطانيا أو قد تقوم بهذه العمليات مارست نوع من التزييف ومن التضليل الإعلامي للرأيش العام البريطاني نحن نقول بكل وضوح ساحة الصراع الحقيقية هي أرض فلسطين اختلافنا مع اليهود كديانة ليس على أساس طائفي ولكن اختلافنا معهم على أنهم غاصبين نحن نعادي المشروع الصهيوني نحن نعادي الإسرائيلي الذي يحتل أرضنا وليس لنا أي خلاف ولا خصومة مع الطائفة اليهودية أو اليهود أن نوجده لذلك نعم لا ينبغي أعطاء الذرائع لهذه الوزيرة لممارسة هذا التضليل ونحن نؤكد على ما أكد عليه من حقائق وموقفنا من الديانة اليهودية ومن مركزية الصراع على أرض فلسطين لأنه ما زال في عندنا وقت كذلك معكم أستاذ أبو البرا الحركة حركة حماس اعتبرت أن القرار يمثل كذلك رضوخا لإملاءات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت الذي تواصل حكومته هجماتها ضد الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني وهو كذلك مشكل كبير تخلق هذه الحركة بالنسبة لمثل هكذا بلاد أنا كما ذكرت عملية الابتزاز واضحة جدا في الموضوع هذا القرار صدر بعد أيام قليلة من لقاء نفتالي بنت مع بوريس يلسن في قمة باريس وسائل الإعلام نقلت مطالبات نفتالي بنت بإصدار مثل هذا القرار وقبله أذكر السادة المشاهدين بأن الكان الإسرائيلي ضغط أيضا باتجاه حظر حركة المقاطعة البي دي اس في بريطانيا وللأسف صدر قرار بحظر نشاطات هذه المقاطعة والتي اعتبرها الكان الإسرائيلي من الخطر الوجودي المهدد له في العالم نهيك عن ضغوطات تقوم بها الكان الإسرائيلي على وسائل الاتصال الاجتماعي بشأن المحتوى الفلسطيني في الفيسبوك وفي غيره من وسائل التواصل الاجتماعي للأسف الشديد الكان الإسرائيلي ما زال فيما يبدو يعني رهانا فعلا لقوى غربية استعمارية في المنطقة رغم كل حالة الحرج التي يسببها هذا المحتل وحالة الاستنزاف الذي يسببه حالة عدم الاستقرار في المنطقة الذي يتسبب به هذا المحتل ولكن فيما يبدو أنه ما زال الدول تراهن على هذا المحتل بأن يبقى خنجرا مغروسا في هذه المنطقة يفتت ويشرذم ويضعف حصاناتها وما مسلسل التطبيع عنا ببعيد بكل أسف بلا شك بأن هذه القرارات ما كانت لتحدث وتظهر إلى العلن لو لا هذه الممالأة وهذا التواطئ حقيقة من قبل أطراف عربية بكل أسف في احتضان الكيان الصهيوني بهذه الطريقة المشينة والعائبة في لقاءات حقيقة لا تعبر عن حالة النفور وحالة الإزاز الشعبي من مثل هذه اللقاءات وأيضا لم تكن لتحدث حقيقة في ظل غياب وصمت السلطة الفلسطينية عن جرائم الاحتلال اليوم السلطة الفلسطينية وكل الشعب الفلسطيني حقيقة مطالب بأن يقوم بعمليات إدانة ورفع قضايا أمام المحاكمة الدولية لإدانة كيان الصهيوني ينبغي أن ترد الكرة إلى الملعب الاحتلال الإسرائيلي لا أن نكون نحن ساحة من يدفع الثمن في مثل هذه القضايا الحساسة وغباء الكيان دائما ما يتلخص في أنه دائما كل ما يجي يعطي ربما ضربة بالنسبة إليه للفلسطينيين يعطيهم جرعة أمل ذائب وغاية وحصانة هذا كما نقول نحن بالمثل الفلسطيني بالعامية الضربة التي لا تقتلك قويك وهذا صحيح بلا شك هذه فرصة لحداث حراك فعلا إعلامي قانوني سياسي وفرض حالة اجتباك جديدة مع هذا المحتل الذي لا يفهم إلا لغة القوة ونقول ربما باتل قالت في تغريدة لها أن اتخذت اليوم إجراءات لحضر حماس بالكامل هذه هي الحكومة ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان أنا نقول ربما وجب أن يكون الإرهاب هو ما يفعل بالفلسطينيين من اختصاب لأرضهم وتقتيل واختصاب لأطفالهم ونساءهم ورجالهم كذلك بكل تأكيد قلب الحقائق يجب أن يتوقف وسياسة الكيل بمكيالين يجب أن تتوقف العالم يعني ينظر بشمئزاز حقيقة لهذه القيمة الإنسانية التي يتشدق بها الغرب وهو أول من يدوسها وأول من ينتهكها يعني كان الأولى بهذه الدول أن تصمت على الأقل لا أن تتبنى قرارات تقلب الحقائق وتغسل دمنا الذي تتلوث به يد هذا المحتل وتغسل هذا العار الذي شهده العالم عندما شهد مندوب الكيان الإسرائيلي في الأمم المتحدة وهو يمزق القرارات الصادر عن لجان معتبرة داخل الأمم المتحدة ويضرب بذلك عرض الحائط كان الأولى حقيقة أن تحفظ هذه الدول التي تقول أنها راسخة في الديمقراطية ما وجهها ولا تنزلق مثل هذه المنزلقات السياسية والأخلاقية الخطيرة ولكن نحن نقول كل هذا الدوس لهذه القيم والمبادئ التي يعني زوروها وزيفوها وخدعوا بها أنفسهم هي مقدمة لسقوط هذه الحضارات وهذه الدول لا نقول أن هذا سيحدث بين يوم وليلة ولكن مع إصرارنا نحن كشعب فلسطين على حقنا في المقاومة وتحرير أرضنا وتحرير شعبنا وعودة لاجئينا ومع تكبيد هذا المحتل مزيد من الخسارة ومزيد من الدماء ومزيد من الثمن الذي يدفعه لبقاء على الأرض بلا شك أن الاحتلال سيزول وأن استقلالنا بإذن الله سنناله بعزيمة شبابنا وبإصرار قياداتنا في فصائل المقاومة مخاض جديد هو لفلسطين أكيد ربما سيغير سيرورة القضية الفلسطينية أستاذ أبو الهل بكل تأكيد هو تحدي جديد أمامنا نحن كفلسطينيون كفصائل وكقوى وطنية أن نتوحد مرة أخرى على رؤية واحدة أن نستلهم العبر أن نأخذ الدروس اليوم يراد أن تكون المقاومة هي كبش الفداء وغدا سيتم التضحية بباقي مكونات الشعب الفلسطيني أنا الأوان حقيقة أن نكفر نحن الفلسطينيون بكل مسلسلات التسوية والمفاوضات التي لم تعيد لنا الحق بالعكس ها هي الدول التي تدعي أن ترعى وتضمن المفاوضات منذ ثلاثين عاما هي أول من تتهم الفلسطيني بأنه هو سبب المشكلة أو سبب الأزمة أنا الأوان لإخواننا في فصائل العمل الفلسطيني في حركة فتح في السلطة الفلسطينية أن نتوحد على أسس جديدة أن نعيد بناء البيت الفلسطيني من خلال رؤية موحدة للنضال والصراع توصلنا وتقريبنا أكثر إلى أهدافنا ولا تعطي الذريع المبرر لدول أن تنتقس من الحقوق الفلسطينية وضح نشكركم جزيلا شكر أستاذ محمد غثمان أبو البراء ممثل حركة المقاومة الفلسطينية حماس في الجزائر نشكركم جزيلا شكر على خضوركم معنا وغلى قبولكم إيانا النقاش مشاهدين الكرام بعد فاصل قصير المحلية معنا